ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وقالت متحدثة باسم فيسبوك في بيان أن تنظيم المجموعة جاء بهدف التركيز على نزع المشروعية عن العملية الانتخابية وقد شاهدنا دعوات مقلقة إلى العنف ومن بعض أعضائها وأضفت أن خطوة حفل الجماعة تتماشى مع الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها فيسبوك خلال فترة التوتر المتزايدة هذه وجاءت خطوة فيسبوك بعد تحذير من قبل المركز منهضة الكراهية عبر الانترنت بشأن المجموعة إذ قال المركز في تغريدة عبر تويتر أن المجموعة أو أقول أن المجموعة تدعو ألفا أو ثلاثة مائة ألف عضو إلى الاحتجاج ضد فرز الأصوات وتتضمن دعوات إلى العنف أيضا